اشتركوا في القناة بس هنا بقى عايز اقف عند النقطة لم نأخذ روح العبودية للخوف بالروح التبني في حاجتين عكس بعض انا محتاج ان انا اتمتع بالروح الكدس اللي بيحررني وبيخلصني من روح العبودية لانه اي شخص ما قبلش الرب يسوع اي شخص كده عايش في الخطيئة بعيد عن الرب هو تحت التأثير ده روح العبودية كنا الكتاب في رسالة العبودية بيقول كلنا كنا تحت العبودية خوفا من الموت كنا جميعا كلنا تحت عبودية فانا محتاج للروح الكدس عشان اتحرر من روح العبودية وبطريقة برضو عملية معناه الحرية الروح الكدس ييجي عشان يحرر المؤمن من اي قيد عزيزي المشاهد الروح الكدس في حياتك عشان يحررك يحررك من اي قيد اين كان عندك خوف عندك غضب عندك قيد نجاسة حتى لو فيه قيد نجاسة اي قيد كده احتاج لعمل الروح الكدس